وانا قلت هل الكلام ده ممكن يكون فردي ولا لأ يبدون الموضوع مش فردي ويبدون الهدف من الانتقاد الفترة الاخيرة اصبح يعني لأهداف تانية ليست أسباب فنية ولا أسباب رياضية النهاردة السوشيال ميديا كلها اتفاجأت بسؤال مطروح من خلال الصفحة الرسمية للمصري اليوم الرياضي على الفيسبوك انا استعرض ما ترحى اليوم من خلال صفحة المصر اليوم على السوشيال ميديا والسؤال لكل القراء والسادة المشاهدين برأيكم او برأيك ما أسباب انخفاض مستوى الاهلي في المباريات الاخيرة للوهلة الاولى كده لما طير السؤال أسباب انخفاض الاهلي في المباريات الاخيرة يعني سؤال امبارح بقى ده ما كانش حالة فردية ده واضح ان فيه حالة عامة كده مش مفهومة او مش طبيعية يعني هل مثلا الاهلي خسر خمسة خسر اربعة هل الاهلي فقط خمس نقط لغاية دلوقتي وفي المركز التالت او في الرابع او في منتصف الجدول هل بيتسو موسيماني خسر اخر دورة ابطال افريقيا خسر مباريات الديربي والكلاسيكو امام الزمالك تعاقد مع لاعبين ما كانش لهم اي تأثير في الخمس مباريات اللي تلعبت في الدورة فيه مدرب مثلا كلام كثير على انه هو ماشي او مثلا نتائجه السلبية خلاص الناس بتفكر ان هو يمشي ما انا لو اسأل السؤال ده ومستني الاجابة اكيد الاجابة هتبقى كده اداء الاهلي الفتر الاخيرة تراجع يبقى حجم الاتنين او حجم التلاتة او حجم الخمسة يا اما خسر خمسة مثلا يا اما فقط خمس نقاط في صدارة الدورة الغادة دلوقتي يا اما الاهلي في المركز الخامس يعني حاجات كتير ممكن تتقال طيب سؤال مش منطقي وسؤال مش موضوعي الاهلي في الصدارة بخمستاشر نقطة خمس انتصارات متتالية هذا الموسم محذستش الموسم الماضي بيتس موسيماني مع الاهلي خلال الفترة الاخيرة استحدث طريقة لعب جديدة وبيلعب بطريق تلاتة اربعة تلاتة عكس الموسم الماضي وجاب صفقات ولاعبين ابتدى يدخلهم جوه الفرقة بشكل كويس وشايفين الاهلي بيكسب المحلة بالتلاتة وخدوا بالكم الاهلي مفسع المحلة يعني بنتكلم خلال العشر سنوات الاخيرة يمكن اخر مرة كان هدف في لافيو وفي مباراة بس تكملتش بسبب ظروف معينة حصلت وقتها لو تتذكره في 2011 لكن من وقتها الاهلي كلها نتائجه وكانت في المحلة من المباراة الصعبة اه المحلة نزل درجة تانية فترة بس الاهلي بقاله فترة بكسبش في المحلة اجواء فرقة مستوى جمهير هكذا كتير ممكن تقول كد فيها ظروف الاهلي مبدارش يقسب في المحلة لكن كسب في المحلة لعب مع الاسماعيلي اول مباراة في الدوري المفروض دي مباراة النادي الاهلي المفروض المباراة دي مباراة النادي الاهلي لضطر انه يلعب في استاد برج العرب واستاد برج العرب وقتها كان ملعب محايد فبالتالي الأهل كسب الإسماعيلي برا كسب المحلة برا كسب الزمالك بالخمسة أعلى رصيد في الأهداف انطلقة مميزة جدا لبير ستا ولويس ميكي سوني أداء مميز جدا لأليو ديانج حضور جماهير مميز لجمهور النادي الأهل في الخمس مباريات بيتسو مسماني فاز مع الأهل باتنين دورة أبطال إفريقيا وسوبر إفريقيا وعنده سوبر تاني خلال الشهر القادم على أخصى تقذير برونزية كسعالم وعنده كسعالم في شهر اتنين في الإمارات في إيه تاني أكتر من كده يعني في إيه تاني أكتر من كده ليه عم الأهل حوالي سبعين أو واحد وسبعين مباراة مخسرش غير خمس مطشاط مخسرش غير خمس مطشاط الأهل في الخمس مباريات تأثير احتساب رقلة جزاء للأهل عشان تفوز بسبب رقلة جزاء منعدمة منعدمة الأهل فاز بالخمس مباريات بأداء لاعبي وبمستوى لاعبي بل بالعكس إمبارح كان لنا ضرب الجزاء ما تحسبتش في مباريات عديدة الفتر الأخيرة كان فيه رقلات جزاء للأهل ما بتحسبش عندنا مشكلة كمان في مسألة اللعب الخشن مع لعب النادي الأهلي حسام حسن إمبارح اتعور بسبب اللعب خشن علي معلول خرج مصاب إمبارح المباركة فيها خشونة كبيرة جدا وللأسف ما كانش فيه حماية من الكابتن محمد الحنفي فبالتالي كل الظروف دي والأهل متصدر ونيجي نسأل هو إيه أسباب يعني انخفاض ده مستوى الأهلي أي انخفاض وأي مستوى ممكن الناس تسأل أو توجه سؤال زي ده هلاي الفكرة اللي احنا نعمل ترافك وقراية ومشاهدة ويبقى الناس تبقى احنا متصدرين لتريند بس هنا عيبقى التريند سلبي ده مش منطقي خشوا جماعة في صميم شغل الناس وفكروا وشوفوا الناس بتشتغل ازاي أنا لغاية اللحظة دي مش قادر أفهم ان خمس مباراة للأهلي في الدوري ومحدش واخد باله ان الأهلي السنادي في الدوري مع تلاتة محللين أداء اتنين موجودين فوق في المدرجات وعملين وصلة اتصال مع كيبي محلل او مخطط الأحمال وبيختر او بيبلغ بيتسو مسيماني وسمي قمصان بكل خمس دقايق إيه اللي بيحصل في أرضية الملعب اسألوا المدربين اللي لعبوا قدام الأهلي في الخمس مطشات في الدوري اسألوا كابتن عمد النحاس مطش الأهلي والمقولين كان كل خمس دقايق بيشوف دايما في اتصال من محلل الأداء مع بيتسو مسيماني عشان كل شوية يكون فيه تغيير في أرضية الملعب وتغيير في الخطة والشكل والمهام اللي ممكن تقوم بها اللعيبة خش في تفاصيل شغل الناس واعرفوا الناس بتشتغل ازاي وكمان الأهم من كل ده البداية والانطلاقة القوية دي مهما الناس حاولت تصدرها او حاولت تبروز او تتكلم على ان لأ فيه أرقام سلبية او فيه انخفاض للمستوى في بعض اللحظات من المباريات اثق تمام الثقة ان جمهور النادي الاهلي لن ينجرف وراء هذه الاسئلة او وراء هذه الموضوعات لان البعض احيانا بيتخيل على السوشيال ميديا لما يطرح سؤال فبيوجه الرأي العام نح وجزئية انخفاض مستوى الاهلي اعتقد جمهور الاهلي يفاهم الجزئية دي كويس جدا واكبر حقة صد للدفاع عن بيتسو مسيماني وعن لعاب الاهلي والجهاز الفني هو جمهور النادي الاهلي طالما الجمهور وقف في ظهر الفرقة وقف في ظهر اللعيبة وقف في ظهر المدرب مهما واحد او اتنين او عشرة او اي كان حد كتب على السوشيال ميديا سؤال او طرح موضوع اعتقد الناس عتبقى فهمة الغرض والهدف لان النتائج اعتقد خير ودليل اكبر حاجة تقدر ترد على الكلام ده هي النتيجة خمس انتصارات خمستاشر نقطة بحصيلة اهداف مميزة جدا بتكسب بالتلاتة وبالخمسة وبالاربعة ان شاء الله مكملين على كده وعندنا مباراة صعبة مع اسموحة يوم الخميس القادم اخرج الافاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض اننا عندي كمان مجموعة من اخبار واخر من العلامات الخاصة بتدريب الاهلي نهاردة كان فيه تدريب صباحي هنتكلم عليا بالتأكيد ولكن بعد الفاصل